اشتركوا في القناة بقرب الفرج بتبشرنا بتغيير حياتنا للأفضل بإذن الله والرموز دي تعتبر رؤة صريحة من ربنا عز وجل بتغيير حياتنا للأفضل بإذن الله أولى العلامات دي وهي الحلم بسماع الأزام في الحلم أي شخص يسمع الأزام في الحلم في المنام يعرف إن شاء الله في استجابة دعاة يعرف إن شاء الله في قرب فرج ليه وتغيير حياته للأفضل بإذن الله سماع القرآن الكريم في الحلم أيضا من العلامات القوية جدا اللي بتبشر الرأي باستجابة الدعاء لو شفت إن انت بتنظر في صورة أو بتقرأ صورة أو بتسمع صورة في المنام أو بتتفكر بمعناها ده بيبشرك باستجابة الدعاء وبتحقيق أمنياتك بإذن الله أي شخص يحلم بالصدقة وبالزكاة يحلم إن هو كان بيتصدق بشيء أو بفجهة أو حلم بالصدقة عمتا يعرف إن شاء الله في استجابة دعاء وفي قرب فرج ليه وفي تغيير في حياته للأفضل إن شاء الله التسبيح في المنام دي تعتبر رؤية مبشرة بالاستجابة بإذن الله وهي من عند ربنا عز وجل فاللي يشوف إن هو بيحمد ربنا في المنام بيدل على استجابة الدعاء وإن ربنا عز وجل بيمنحه الصبر علشان يحجج اللي هو يعني دعا من أجله بإذن الله أي شخص يشوف المنام أيضا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام دي تعتبر أو الأنبياء دي تعتبر أيضا من العلامات المبشرة بقرب الفرج وباستجابة الدعاء بإذن الله شروق الشمس أيضا شرب الماء صعود الجبل الهدية كل دول أيضا من العلامات المبشرة باستجابة الدعاء وتغيير حياتنا الأفضل وقرب الفرج ربنا يبشركم بكل خير أحبا في الله أتمنى أنتم تبشرون أسفل الفيديو وتقولوننا أنتم شفت إيه وبإذن الله هنفصل لكم كل أحلامكم في آرب وقت ما تنسوش تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لأكبر قدرونكم من الناس وإلى لقاء في فيديو أخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة